اشتركوا في القناة اتبه علينا ان احنا لازم ما نخرجش ونفضل قاعدين في المكان ده احنا لسه صغيرين قلهم صغيرين ده ايه شايفين الغزالة اللي بتجري دي انا هروح اجري وراها وهجيبها وكلها خليكم انتوا قاعدين تاكلوا حتة اللحمة الصغيرة اللي بابا ادهالكم واجري وراها ومشي وما سمعش الكلام وفضل وراها وبيقول انا هتسحب بالراحة كده وهروح اكل الغزالة دي من غير ما تاخد بالها وفجأة راح يهجم عليها بسرعة وبسرعة هي شالته فوقها وقالت له انت جاي تهجم علي تب انا هوريك الغزالة كانت كبيرة وهو كان صغير في الحجم وشالته فوق ظهرها وفضل يقول يا خبر يا خبر هتوديني فين وقامت رمية حتة رمية بايدة وقع وراح لحد اخواته وقع ووقع ويقول اه يا ظهري اه ياني قالوا لو شفت بها اللي ما بسمعش الكلام بيحصل له ايه اديك وقعت كده زي الشاطر قال لهم لا ده ما يقعش للشاطر ده انا هقوم من تاني وهدور على حاجة تانية كلها استنوا علي كده شايف حاجة هناك هاي هروح اصطادها قالوا له تاني يا نمور مش هتسمع الكلام ده انت بقى مش ناوي تجيبها البر ويجري وراح ويا ترى ايه اللي هو شافه وهيقول ايه شاف بقى الحيوان ده مستخب كده يا ترى ايه هو الحيوان اللي مستخب ده قال دي اكيد غزالة كبيرة المرات دي هاكلها ومش هسيبها تهزمني راح نطع على ظهر الايه ده ده طلع فرس النهر يا نهر ابيض هو انت قد فرس النهر يا نمور ده هيعلمك الادب قال يا خبر دي مش غزالة خالص ده فرس النهر واخدني على فين يا فرس النهر قال له ده انا هعلمك درس عمرك ما تنساه بقى انت جاي تهجم علي عشان تكلني انت يا نمر يا صغير نمور ملقاش قدامه للشجرة دي وقام نطط عليها ولحق نفسه وقال انا بقى ايه هفضل مستخب فوق كده وخليك انت هفرس النهر تحت قال له طيب دي سهلة وبسيطة لانا لو خبطت الشجرة دي خبطتين هوقعك وقعد يخبط في الشجرة لحد ما يهزها علشان نمور يقع نمور بقى قعد ينادي بصوت عالي ويقول الحقني يا بابا الحقني يا بابا وطبعا صوته كان عالي وبابا سمعه وهو في الكحف وقال يا خبر ده ابني ده ابني الشاي اللي مش ناوي يجيبها البار انا لازم بسرعة راح انقزه ده في خطر وراح جاري علشان ينقزه وهنا برضو لسه فرس النهر مستمر يخبط في الشجرة وصل النمر الكبير وقعد يضربه وضربه ورمى بعيد وقال له يلا يا نمور نط على ظهر بسرعة قبل ما فرس النهر يرجع علينا نمور قال له حاضر يا بابا ونط على ظهره وخده بعيد لحيات ما مشيه بعيد عن فرس النهر ده وصل لحد الكعف وطبعا الاب جه علشان يعلم ابنه درس عمره ما ينسى بس باسلوب كويس طبعا وقال له تفضل اللحمة دي يا حبيب كلها بقى ابنه قال له شكرا يا بابا قال له عارف بقى نزعلان منك خالص قال له ليه يا بابا قال له علشان انت ما سمعتش الكلام وانا قلتلك ما تروحش بعيد انت واخواتك اخواتك سمعوا الكلام وانت لا انا عارف انك صغير ونفسك تصطاد بس بكرة تكبر وتتعلم علشان طول ما انت صغير الحيوانات الضعيفة هتبقى قوية بالنسبالك وهتبقى مشايفك ضعيف بالنسبالهم وهممكن يقلوك قال له خلاص يا بابا انت علمت الدرس وهسمع كلامك على طول قال له خلاص يا حبيب انا سمحتك وكل بقى اللحمة دي والنمر كان اللحمة بقى وخلاص ومن هنا انتهى الفيديو بتاعنا واذا عجبكم الفيديو ده يا اصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخي سبوم وكمان تفعل الجرس علشان يوصل من كل جديد